السلام عليكم مرحبا بكم في القناة كانت بنا تكونوا بألف خير وعيد مبارك سعيد دخلوا لكم صحة والسلامة كيفما كتشوفوا انا وجدت هذه الحلوة ديال الطباقات سنكتشفوها مع بدياتنا هذه صراحة وجدتها غر دابة منذ عما في اخر اللحظة سنكتشفو المقادر مع بدياتنا هي رأة سهلة ودغية كتتوجد دعوة باركات الله عندي هنا ربعة ديال البيضات كيفما كتشوفو متوسطين بحرارة ديال المطبخ عندي جوش كيسان ديال الزيت ديال العنباء وجوش كيسان ديال السانيدة قبصة ديال الملح جوش خمارات اه 8 جرام ايديال وعندي جوش كاكاو باش هدي نديروا العجينة الاخرى نصف ديال العجينة بالكاكاو ووحدة فاني باش ننسمو بها والدقيقة لحسب الخالط باش غادي نجمعه هنا نبدو على بركة الله هنا نبدو في انا اختارت ان نطلع كل شي هنا الى عاصر بدرتو البيض ربعة ديال البيضات باش دغيا هاد شي الطعر هذه بعد ما بقا مع ايد دي وضغيا صراحة كيي LPعو ح ups هنا درت البيض ودرت جوش كيسان ديال الزيت وجوش كيسان ديال السانيدة ابغتوا تضري نصف ديال ديال مقادر اندري وجوش Hyp suffered وكاس ديال زيت وكاس ديال السانيدة وخمارة واحدة هنا درت الفاني والملح وكيفما أجزت وزيت وسانيدة وطحنتهم زيان كيف ما كتشوفو كيجيل خاليت ديالهم بحل هكا كريمي يعني زوين صراحة خاتر وهنا الكاس ديال العاصر يعني كيطحنهم وكيطحنهم زيان إلا بو تستعملو هادا الطراب اليدوي ولا الطراب ديال الضو حتى هو يطلعو لكم زيان هنا يخديت هادوك جوج خمارة صفيتهم درتهم في صفاية غربلتهم في صفاية والدقيق حتى وردي جا مغرب له يعني ضروري أي حاجة كام بغنستعمل فيها الدقيق وإلا ضروري اخذنا نغربلوها باش كيكون معانا مزيان وهنا يكيف ما كتليكم ندقيق على حسب الخاليط وعلى حسب النوعية ديال ويعني وش كيشرب معانا نحتاجو غير كمية قليلة ولكن ولا ما كيشربش هنا رات قريبا ندرت كيلو ديال الدقيق قادي مبدأ ندخل في غرب شوية بشوية حتى تجمع لي العجينة مزيان بدأ نشكل ندخل في الضقيق مزيان من الداخل مع البيض ومع الزيز كيف مشتو هنحاول نجمعها مزيان ونرجع معاكم هايا كيف مشتو انا جمعتها خليتها رطبة كجيش شكل ديالها زوين القوام ديالها مزيان قسمتها على جوج كيف ما قلت لكم تقدروا تستعملوا غير نصف ديال المقادر ما تديروش ربعة ديال البيضات كاملين ديرو غير جوج بيضات هنا كيف مشتو قسمت واحدة بيضة والثانية غادي نضيف لها الكاكاو جوج ديال الخنيشة ديال كاكاو حتي سبعة سبعة جرام ولا سبعة ونصف ما عرفتش متأكدش مزيان يلا ما كانش متوفرين كان عندكم كاوبيل الحلاده كاكاو غبرة اللي كان نديروه مع الحليب حتى هو ديرو منو تواكي جزوين كيف مشتو هاي العجينة والتي عندي مزيانة شدة لون واحد يعني كحلة وغنعود نقسم البيضة على جوج حيث غادي نديرو الطباقات وغنعود ونقسمو الكحلة حتى هي على جوج كيف مشتو كيجي زوين هاي ديال الطباقات ويشكل دياله كيجي رائع سراحة كيجي بنينه وشيجه وخما فيهاش الزبدة كيجي زوينه هنا كيف مشتو رأ خلت الكورالولة تلقتها هنا ينبيين بلاستيك وعني ديه نديجة اللاطة لغادي ندير فيها العجينة هنا نقطع البلاستيك من جنب لا يوجد بلاستيك متوفرة تلقوا في ورق الزبدة غير هذه العملية تساعد لتلقوا العجينة و تبقى مسترحة مزيانة هنا في مشتورة تلاتة اللي ندخلها للفران و نقرس فيها الطبقة الأولى و نحيد في الجنب كارية مقادة على حسب نصف لا تدور نصف لترى بشكل دائري و هذه العجينة التي تقوم بها لا تقوم بها لا تقوم بها و نجمعهم بها لا تقوم بها لا تقوم بها هنا تقوم بعمل العجينة الأولى نضعها في اللاطا فوق من هذه البيضة نقرس 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 نورقه بصباعة حتى يجانس هذه العجينة البيضة تلسق في الكحلة نورقها بصباعة نقرس النقرم ستقش نقرس نقرس كم القرر النقر نقرس نقرس بل نقرس لقد نقرس نقرس فوق اشتركوا بقلبوهم لكحلة بيضة لتجيكم بيضة الفقانية على السبب الشكل اللي باعتوه انا ادرس بحالها كتجيني الكحلة هي الفقانية وهنا كيفما كتشوفو كم قنضغت مزيان بالأسبوع ديالي وغادي كنحيد بالموس الجواني بكنقادها على شكل كاري انا ما كنبغيهاش منفوخة شديتها تقبضها بالكيردون باش متنفخش ليه في الفرع هايا كيفما كتشوفو انا خرجتها من الفرع واتحمرت مزيان انا دهنتها هنا باقنفيتور ديال مشماش اذا كان لديكم غير العسل و الناباج تدير ادهنوا بيه باعتنرشها هنا بالكوك انا رشها بالكوك كيفما غا تشوفو كنعادكم كوكاو مهرمش لووز توا مهرمش كيجي توا زوين انا عندي متوفر دابة غير الكوك هو اللي زوقت به ويصارحة كتجيب الكوك زوينه ويصارحة كوكاو مهرمش ويصارحة كوكاو مهرمش هناك كمية كانت عندي متوفرة ديال الكوك هرش نتبهها هنا من الفوق ونحاول نقذها على الاتة كاملة انا اسمحوا لي المقطع تعاود ديال الكوك تعاودوا معي ما فيها بس نعاودوا نشوفوه مع بدياتنا كيفما قلت لكم انا رشيتها هنا كيفما كنتشوفو رشيتها هنا بالكوك إذا كان متوفر كوكاو وللوف تواكي جزوين اول طعم ديال الكوك يمشي مزيان مع كومفيتور ديال المشماش يمشي معه صراحة زوين رائع هنا كملت هذك شوي الكيمية اللي كانت عندي هذك مزيان قدي ندوذ باش نقطعها معاكم كيفما كتعرفوا هذي ديال الطبقة تكون مائلة يعني غان مشوا عرضة مع مائلة غان مشوا نيش بشكل مائل مع اللاتة كيف مشوا انا بديت بالقنط او تنميت غادة 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 بحلة غادة تكبر وشوية غادة تصغر بحلقة اذا كنتم بيشوا عرواة عادية تقطعوا مربعات صغر. انا بقيتم بحلاكة هنا على شكل مستعطيل. مستعطيل عوج معين معين. وهناي غا نعود نقلب باش ندير نقطع عادي باش غادي يخرج لنا الشكل دي المعين. هنا كيف يبقى الشكل على حساب الاختيار ديالكم. بحلاكة كتجي زوينة صراحة كيف ما كتشوفو راه وكيبان الشكل ديال الحلوة ديالي كيبان. كيبان مقطع مزيان. نتلقوا مع الشكل نهائي. اول الشكل نهائي ديال الحلوة التباقاس كيجيز صراحة رائع. كتجي البنة ديال زوينة وعيد مبارك سعيد. ونتلقوا انشاء الله في فيديو قادم مرحبا بيكم. ما تنسونيش من لايك.